بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلاب سندرس في الشريحة الأولى المصادر الأساسية للأخطاء غالبا ما ترتكب أخطاء في العمليات الحسابية التي تتم بها حل المسائل الرياضية يتطلب حل المسائل الرياضية بالطرق العددية في كثير من الحالات تكرار العمليات الحسابية وهذا التكرار يضخم الأخطاء الصغيرة وقد يجعل منها أخطاء لا يستهان بها وهذا ما يدعونا إلى تحديد المصادر الأساسية للأخطاء وحسابها كي نتمكن من حد من تضخمها سندرس فقط خمسة مصادر أساسية للأخطاء هي الأول مصدر للأخطاء أخطاء الصيغ حيث أن الصيغ الرياضي المستخدم للتعبير عن ظاهرة بمزيائية ما هي إلا صيغ تقريبية في معظم الحالات عادة تعطى بعض التقريبات المناسبة على الكميات أو الثوابت الفيزيائية المتعلقة بهذه الظاهرة وقد يكون حل المسألة بصيغتها الدقيقة أمرا صعبا أو مستحيلا عندئذ تستبدل المسألة بمسألة مقربة قريبة في نتائجها من المسألة الأصلية لذلك يسمى هذا النوع من الأخطاء بأخطاء الصيغ النوع الثاني من الأخطاء أخطاء القصر وهي أخطاء تنشأ في حال وجود عددا كبيرا أو لا نهاية من الحدود في الصيغ الرياضية للمسألة كما وأنه كثيرا ما تعطى الدوال الرياضية الموجودة في مسألة على صورة سلسلة لا نهائية فمثلا دالة الساين تنشر في سلسلة تايلور بالصيغات التالية إن الكثير من المعادلات الراضية يمكن حلها فقط بتطبيق طريقة ما عددا لا نهائية من المرات ونتوصل بنتيجة ذلك إلى الحل وبما أن إجراء عمليات عددا لا نهائية من المرات أمرا مستحيلا من الناحية التطبيقية فإنه يمكن التعبير عنها بعدد محدود من الخطوات وتعتبر القيم الناتج عندها قيما تقريبية للحل المطلوب النوع الثالث من الأخطاء أخطاء القياس حيث أن أكثر أجهزة القياس ذات حساسية محدودة لذلك فإن قياس بعض المقادير يتم بدقة محدودة ناتجة عن الأجهزة أو عن طريقة القياس النوع الرابع أخطاء التدوير عند تمثيل عددا كسريا بشكل عشري فقد يحتوي هذا العدد على عددا لا نهائيا من الأرقام بعد الفاصلة العشرية وعند التطبيق والحساب يتم استخدام عددا محدودا من هذه الأرقام لذلك نلجأ إلى تدوير هذه الأعداد أو الاكتفاء بعدد محدود من الأرقام وبهذا نرتكب خطأ نسميه خطأ ناتج عن تدوير الأعداد النوع الخامس الذي سنستعرضه هي أخطاء العمليات وهي الأخطاء الناتجة عن إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المقربة وبإجراء الحسابات على الأعداد المقربة ننقل أخطاء المعطيات الأصلية بدرجة ما إلى نتائج الحسابات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته